المسائية من الميادين وفي عنوين ملفاتها للليلة روحاني يعلن بدء الخطوة الرابعة من خفض الالتزامات النووية ويؤكد عند رفع العقوبات نعود إلى التزامنا الكامل بالاتفاق تهران ستبدأ غدا تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% في فوردو وبحضور مفاتيشي الوكالة الدولية للطاقة الذارية اتفاق الرياض بين هادي والمجلس الانتقالي هل حسمت السعودية الصراع على النفوذ لمصلحتها مع الإمارات؟ مساء الخير أعلنت إيران عن خطوتها الرابعة في خفض التزامها بالاتفاق النووي وفيها تزويد أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو بالغاز اللازم لاستكمال الدورة النووية وفيها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 5% هذا الأربعاء بحضور مفاتيشي الوكالة الدولية للطاقة الذارية بعد إبلاغهم بالخطوة وبالتزام تأكيد لالتزام طهران بالتراجع عن كل الخطوات والعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق وذلك فور رفع كل العقوبات التي فرضت عليها وفيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الخطوة الإيرانية دعت فرنسا طهران إلى التراجع عنها بينما حملت موسكو المسؤولية في ذلك للانسحاب الأمريكي من الاتفاق ولعدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم أما في الرياض فقد كان المتصارعون في عدن يوقعون على اتفاق برعاية سعودية إماراتية في نص الاتفاق تقاسم الحكومة مناصفة وضم القوات المسلحة المتحاربة إلى إمرة وزارة الدفاع وتحت قيادة التحالف السعودي اتفاق رأى فيه محمد علي الحوث انتصارا بالوكالة للسعودية على الإمارات وفرضا لإرادتها على طرفي الاتفاق الذين وصفهم بالذين لا إرادة لهم من جديد أهلا بكم إلى المسائية في مسائية الليلة ينضم إلينا هنا في الاستوديو أستاذ في الفيزياء النموية الدكتور هادي عيسى دلول مساء الخير دكتور هادي وأيضا ينضم إلينا من العاصمة باريس دكتور خطار أبو دياب الخبير في المعهد الدولي لدراسة الجيو بوليتيك مساء الخير دكتور خطار ولكن اسمح لي ضيفين الكريمان أن نبدأ بإطار الخطوة الرابعة التي اتخذتها إيران من تقليص إيران لالتزاماتها النووية حيث وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني منظمة الطاقة بارية الإيرانية بضخ الغاز في أكثر من ألف جهاز للطرد المركزي في منشأة فوردو يوم غدا الأربعة والتفاصيل في التقرير التالي للزميل أحمد البحران في رابع خطواتها النووية أعلنت إيران على لسان الرئيس حسن روحاني ضخ الغاز في ألف وأربعة وأربعين جهاز طرد مركزي في منشأة فوردو والذي كان قد توقف بموجب الاتفاق النووي قبل أعوام خطوات وإن كان الطرف الآخر يدرك حجمها تبقى قابلة للتراجع على حد تعبير الرئيس الإيراني نقول لمجموعة أربعة زائدا واحدا والدول الصديقة إن خطوة الرابعة ستكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أنها تشبه الخطوات السابقة ويمكن العودة عنها إذا التزمت الأطراف الأخرى بكامل تعهداتها في الاتفاق النووي وسنعود نحن أيضا إلى كامل تعهداتنا الإعلان هذا سبقه إعلان لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن بدء تشغيل ثلاثين جهاز طرد مركزي متطور من الجيل السادس وقال أن السياسات واشنطن هي التي دفعت الجمهورية الإسلامية إلى اتخاذه السيد ترامب يواصل سياسة الضغط الأقصى ضد إيران والاتحاد الأوروبي لم ينفذ وعوده ولم يلبي مطالب إيران بخصوص القناة المالية أبدا وبالتالي فإن الإجراءات الإيرانية في خفض الالتزامات النووية منطقية جدا ورغم تخلي إيران عن تعهدات رئيسة في الاتفاق النووية بعد تخلي أوروبا عن التزاماتها المنصوص عليها فيه لم ترفع السقف عاليا يقول مراقبون بعد أن كانت تخصب اليورانيوم بنسبة 20% وتشغل 19 ألف جهاز للطرد المركزي قبل الاتفاق العقوبات الأمريكية المتواصلة ضد إيران والتي شمل آخرها تسعة من أبرز المقربين للمرشد خامناء وإصرار الجمهورية الإسلامية على مواقفها وتلكوا أوروبا في تفعيل الآلية المالية عنوين عريضة لا تعكس بوادر فراج للأزمة المتصاعدة بين إيران والغرب أحمد البحراني طهران الميادين دكتور هادي مساء الخير بداية ما الذي تريد قوله إيران من هذه الخطوة الرابعة بتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي وفي الوقت نفسي هل هي تؤكد بأنها مازالت من الموقع القوي تأخذ هذه الخيارات بسم الله الرحمن الرحيم صلاة السلام على سيدنا محمد وآله محمد تحية لك أخذ وفاق وللضيف الكريم وللإخوة المشاهدين طبعا الشد والربط مع الأمم المتحدة مع الحسرة الدولية لم يبدأ في يوم واثنين أو شهر أو سنة أو سنتين طبعا هي رسالات لكل العالم بمدى مدنية البرنامج النووي من أول ما بدأنا فيه في الجمهورية الإسلامية الأمور المتعلقة فيه التطوير تم تعليقها مقابل دعم الانسترومت انستبورت اوف تريد اكسجينج هي الألية التي خرجت في 2019 طبعا هذا كان قبل يسبق انسحاب دونالد رئيس الامريكي من التفاهم النووي الذي كان قبله تم التفاوض عليه في 2015 بالتفاهم لتعليق البرنامج النووي مقابل فتح قنوات ورفع العقوبات عن الشعب الإيراني وللأسف الأسرة الدولية لم تلتزم في الاتفاق الذي تم إبرامه ضمن جون كومبريهنسيف فلان اكشن جي سي بي او اي الذي أبرم في 2015 اضطررنا من حوالي 120 يوم نعطي انذار أولي بأننا سنقوم في إنجاز بالانسحاب الجزء الأول بجزئيتين أطعوا لستين يوم ولم يأتي شيء من الأمم المتحدة والأسرة الدولية أعلننا انسحابه من دمه 60 يوم أعلننا و60 يوم والآن نجهز للمرحلة الرابعة إن شاء الله غدا في ضخ الغاز في أجهزة الار اي سيكس التي جهزت والتي أعلن عنها في المرحلة الثالثة من انسحابنا من الجون كومبريهنسي هذه قوة هذه الخطوة قد تفضي إلى موت الاتفاق الذي يحتضر منذ انقلاب ترامب عليه بربيع الماضي دكتور هادي نتمنى أن يكون هناك توقنجات لذلك لم ننسحب من المذكرة كاملة أعطينا 60 يوم ب60 يوم بندين على بندين كان ممكن دكتور روحاني أن يخرج ويقول فاضل كيل سننسحب من كامل الاتفاقية كما أتى ترامب ونسحب من 12 بند فبالتالي جمهورية السنوية ستنسحب ولكن لازلنا نعوّل أن هناك أوروبيين ضعفة يحتاجوا إلى الدعم وتشجيع أن هناك أداة دهبية التي قامت فيها فردريكا موغريني بأنها ثبتت على الاتفاق النووي تقارير التقنية من أمم المتحد وكالة دولة التاق الزرية تؤكد أن إيران لم تخترق وهذه ذريعة للأوروبيين أن يكسروا القرار الأمريكي المنفرد ويبقوا على هذا الاتفاق لذلك أعطينا بندين بعد بندين ولم ننسحب فجأة من كامل الاتفاقية هل تسمح لي حول الموقف الأوروبي لأنه حتى الآن لم يقدم الأوروبيون أي محفزات تسهم بالفعل بإنعاش الاقتصاد الإيراني خصوصا فيما يتعلق بالقناة المالية التي كانت من المفترض أو الآلية الإنستكس أن تنفذ سأنقل هذه النقطة إليك دكتور خطر أبو دياب كان من الطبيعي أن تكون الدول الخمسة يمكن المتمسكة بالاتفاق حتى الآن أن تكون قلقة من الخطوة التي قامت بها إيران ولكن بالمقابل لماذا هذا الخفوض بالدبلوماسية ليس هناك منضجة تجاه هذه الخطوة سوى الرفض لدى الأوروبيين وليس هناك من إجراء فعلي لإنقاذ هذا الاتفاق حتى الآن أحييكي وأحيي فريق العمل والمحاور الكريم وكل من يتابعنا هذه مسألة إذن تأخذ حيزا متصاعدا منذ مايو 2018 منذ قرار رئيس ترامب لانسحاب الأحادي وبدأ ترنح الاتفاق النووي بالطبع أوروبا من موقع أساسي يجب التحديد بأنها في موقع انكشاف استراتيجي إزاء البلايات المتحدة الأمريكية ليس عندها القدرة على الاستقلالية الاستراتيجية وهذا بدأ من خلال تعاملاتها التدريجية مع هذا الموضوع ولأن هذا الاتفاق بالأساس مع أنه دولي لكنه غلاف دولي لاتفاق فعلا ثنائي بين البلايات المتحدة الأمريكية وإيران ورأينا كيف أن إدارة أوباما السابقة سرعان ما قامت بتنفيذ العديد من الاتزامات من أجل كسب طهران كشريك في النهاية حتى في نهاية عهد إدارة أوباما بدأ الخلال وبدأ يتضح لهذه الإدارة أن طهران لا تريد أن تكون الشريك الذي تطلبه الولايات المتحدة وأتى ترامب ولماذا لم يتمكن الجانب الأوروبي حتى الآن من القيام بما أكثر من ذلك حاول من خلال آلية التعويض آلية المالية لكن القطاع الخاص الأوروبي وخاصة المجموعات الكبرى التي لها صلة مع السوق الأمريكية وهذه السوق تمثل بالنسبة لها عامل أساسي لحياتها لم تشع أبدا أن تتخطى أو أن تعادي الأمريكيين حتى لا تتعرض للعقوبات بعد ذلك قام ماكرون بدور وسيط ونعرف جيدا ماذا فعله إن كان هو أو الألمان والإنكليز بشكل أو بآخر قاموا بكل ما هو مطلوب من قمة الدول السبع الصناعية إلى الأمم المتحدة وكل ذلك تعطل إلى حد أن المرشد الأعلى الإيراني نعته نعت ماكرون بالسادج والمتواطئ مع المتحدة صحيح أو متورت مع أمريكا وهو بالفعل ليس لا بالسادج ولا بالمتواطئ هو حريص على السلام وحريص على هذا الدور الوسيط ولذلك لم تأخذ فرنسا حتى عناء الرد على هذه الكلمات لأنها لا تريد التوتير مع أن الخطوات الإيرانية كانت في المقابل خطوات غير مقابلية لا تريد التوتير دكتور خطار أو لا تمتلك الآلية بالفعل الإيراني لا تمتلك بس تسمح لي فقط بتعقيب هناك مخاربة أن قوة الخطوة النووية الرابعة هذه هي بالمفاوضات الدائرة حاليا مع أوروبا خلف الكواليس هل توافق على هذه المقاربة؟ يعني أوروبا تمتلك آلية بإمكانها أن تنحاجل الولايات المتحدة الأمريكية في العقوبات وينهار الاتفاق النووي لكن ليس هذا هدفها هناك مثل رهائن أوروبيين عند إيران هناك باحثة فرنسية إيرانية وزميلها باحث كبير وهؤلاء احتجزوا حتى الآن من دون تفسير مقنع من قبل السلطات الإيرانية أعطي هذا المثل لأقول هناك وسائل ضغط غير مشروعة في الدبلوماسية ومن ناحية أخرى هناك وسائل ضغط مشروعة إيران نعم بإمكانها أن تهدد بخطوات تدريجية أوروبا حتى الآن تعتبر كما يعتبر الرئيس حروحاني إنه بالإمكان الرجوع عن هذه الخطوات هل يحرك ذلك من جديد الخط بين الولايات المتحدة والأمريكان الأوروبيون عالقون ما بين المطرقة الأمريكية والسندان الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية تراهن فقط على استراتيجية أقصى الضغط كي تعقد مع طهران صفقة تحت اسم الصفقة مع ترامب وإيران لا تريد ذلك إطلاقا وتراهن إيران على الصمود حتى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة حتى الصين وروسيا لا تتمكنان من عمل الكثير لأن المسألة هي ثرائية بالأساس وليس فقط إيران دكتور خطار تسمح لي سوف أعود إليك بهذه النقطة حتى الاتحاد الأوروبي يقال يرغب باستمرار هذه القضية حتى الانتخابات الأمريكية ومصير ترامب منه ولذلك نسأل ما الذي سيجري بالشهرين المقبلين هذه المولة التي عطتها طهران هنا أحيل إليك هذه النقطة دكتور هادي إلى أي مدى الآن هناك دلالات من اليأس من قبل إيران تجاه الأوروبي خصوصا اللهجة التصعيدية عندما يقول السيد خامنائي بأن الرئيس الفرنسي إما بسيط أو هو متورط وشريك لأمريكا بما تقوم به يعني لكون واضحين أكثر أو تحرجهم أكثر لاتخاذ الخطوات لنكون واضحين السيد الولد الإمام الخامنائي أشار لهذا الموضوع لأن حقيقة فرنسا تعد أضعف خمسة زائد واحد من حيث القرار ومن حيث الوجود في المنطقة الأوروبية لذلك حينما زاروا طهران الفرنسيين في المرحلة الماضية قلنا لهم أماكم مجالين المجال الأول وهذا ما نتمنى جميعا أن تقنعوا الأمريكان أن يعودوا على ما كنا عليه إن لم تستطيعوا لديكم ألية ثانية طبق الإنستيكس من باريس شجع أوروبيين آخرين أن يقوموا في هذا الإجراء باريس غير قادرة على القيام بهذه الخطوة تحت ضغطات تخاف من العقوبات الأمريكية وهذا ضعف ولكن قلنا لهم كلما تكتلتم حول قرار مجريني كأوروبيين استطعتم أن تقولوا لترامب لا وهذا لسبب لأن قرار ترامب لم يرقم في الأمم المتحدة لإفتقار الخمس زائد واحد متحدين مجتمعين بمجلس الأمن ليأخذوا القرار ضد العقوبات التي وضعت على الجمهور الإسلامية في 18 مايو لذلك قلنا لهم ليس هناك قرار إلا إفرادي ولن يطبق الأمم المتحدة بتسجيل كلام للضيفكم الكريم هناك الآلاف من الأوروبيين يوميا يدخلوا ويخرجوا إلى طهران تقنيين أطباء مستشارين لماذا لم يعتقلوا لماذا لم يوضعوا تحت القامة الجبرية لأنه حينما تضبط ملف أمني على جهة يوقف ويستجوب بإحترام إن ضبط أنه لديه ملف أو هذه الأمور غير واضحة أعتقد لن نفتح المجال الأمني لماذا تقول دكتور هادي دائما نحن ولن بصفتك لنتحدث قلتم أنتم للأوروبيين نحن جزء من البرنامج الذي عملنا فيه وتعرضت أنا لمحاولة الاختيال مرتين بهذا السبب هذا الملف بسبب عملي ولم أتراجع فالموضوع يتعلق الآن جميعنا وأنت أستاذ بالفيزياء النووية جميعنا نعمل عزيزتي كخمس أصابع ليد واحدة سواء كنا في طهران سواء كنا في بيروت في أي مكان نعمل على هذا الملف كل منا هناك إجراءات ثقافية هناك إجراءات تقنية هناك أناس تأتي من خلف الستار تعمل تقنيات لا تظهر نحن نستلم الملف الخارجي فعملية الدفاع عن هذا الملف بإجراءاته علينا أن نطهر الجرسيم الثقافية التي زرعها الصهيوني والأمريكي لتشويه مدى مدنية هذا الملف عزيزتي الكريمة اشمحيلي هنا أن أضيء على نقطة مهمة مشكلة أننا مع الغرب ليست مشكلة قنبلة نووية أنتم الفريق المتابع لهذا الملف ملف الإيراني بشكل عام ليست مشكلة قنبلة نووية المشكلة بإيران مع إيران هي ملفان ملف عسكري وملف تقني الملف العسكري مع العدو الصهيوني بأن الصهيوني يخاف بأن التقنيات المدنية والتقنيات القادرة بالقدرة الإيرانية أن تسرع بتطوير النظام الباليستي الدفاعي فبالتالي هذا يهدد الصهيوني أما الملف الثاني وهو الأخطر وهو التقنيات الطبية وتحديدا جامعة طهران بإذن الله قريبا أنا أعلن أننا على مدى سنستطيع بتجهيز عقاقير بديلة للكيميوثيرابي لمعالجة أمراض السرطان هذا يعني أن الشركات اليهودية التي تستثمر الإلاج الكيميائي وتروج للسرطان ستفلس فبالتالي طبيعي أن تكون الجمهورية الإسلامية هذا وفق معطيات تتحدث دكتور هاد يعني نقطة مهمة جدا نعم أزيزتي نعم نحن اتطعنا أن نشغل سيارة على الماء بدل الوقود يعني المشكلة أن الإعلام لا ينقل كل التفاصيل التي الإنجازات الموجودة هناك تقنية النجانو اليوم أجد بعد الإجراءات تحاول أن تتغطي للجمهور الإسلامية النبيع الماء الثقيل وصلنا إلى 130 طن يحاول أن يستدرجوا الموضوع أن نخرج من هذه القيود وقلنا لهم إن كنتم تريد حتى ما دون رئيس تونالد ترامب تريد التفاوض الجمهوري الإسلامي ليست معترضة ولكن من خلال القنوات المنطقية التي تحفظ حق الشعب الإيراني وهذا ما كان في جون كومبرهنسي بلان كنا نواجه ضغط عزيزتي حينما خرجنا إلى اللزان كان الشعب الإيراني يقول إلا من تتفاوضوا ما نقطعوا أطرافنا ما نقطعوا أبناءنا في 8 سنوات كان واجب علينا أن نحفظ حق الشعب الإيراني بالتعاقد بالبند 26 و36 وللأسف ما قدنا وجدنا بانسحاب ترامب ولولا وجودها البندان 26 و36 لما استطعنا بالانسحاب بالاتفاق النووي ضمن شروط مسجلة قانونيا تضمن حقنا وتحافظ على وضعنا في الأمم المتحدة والأمم المتحدة والأمم المتحدة والتعاقد الزرية وتعطينا الأحاقية بالانسحاب دون أن تأتي دولة أوروبية وتخطينا أننا قمنا في إجراء أشوائي وإلا لما استضافنا غدا الأمم المتحدة إذن الاتحاد الأوروبي الآن هي غير منطقية بقولها بأنه لا يحق لإيران الانسحاب الآن والقيام بهذه الخطوة الرابعة وتخفيض التسامة بالاتفاق النبو تريد أن تعرف الحقيقة أسمعيها من موسكو صحيح وله هو بالعكس قال رياب كوف بأنه خطوة منطقية خصوصا بعد ما تقوم به أمريكا دكتور خطار إذا كان لديك تعليق على الدكتور هادي حول هاتين النقطتين الأساسيتين التي تربكى أمريكا وليس فقط ترامب تاريخيا يتحدث منذ بدء المفاوضات وأيضا الآن إلى أي مدى أمريكا حتى الآن هي عاجزة وصلت أمام طريق مسدود بعد هذه الخطوة أو حين الإعلان عن هذه النية هذه الخطوة فرض المزيد من العقوبات نتحدث عن تسع شخصيات مقربة من المرشد الإيراني علي خامناء من بينهم أيضا النجلو وقيادات بالقوات المسلحة الإيرانية إلى ماذا يشير ذلك إلى عاجز أمريكي وأوروبا هل أيقنت ذلك أولا أود أن أشير إلى الموقفين الروسي والصيني أظن أن الصين ضمن التواضع العالمي الجديد تحاول كسر طهران وتحاول تحريب طهران على الذهاب بعيدا روسيا قالت علنا أنها لا تريد أن تكون الحكم في النزاعات لكن لا ترى أيضا لا ترى ذلك الأمر السيء بانهيار العلاقات الإيرانية الأمريكية أو الإيرانية الأوروبية إذن الكل يستفيد بشكل أو بآخر مع أن القرار في هذا الموضوع في النهاية نعود لإدارة الأمريكية قصة الإدارة الأمريكية مع إيران تعود إلى ما قبل مسألة احتجاز الرهائن الأمريكيين والآن نحن في ذكرى احتجاز هؤلاء الرهائن هؤلاء من كانت تعتبرهم طهران وكر الجواسيس تعود إلى مصدق إلى أيام الشاه إلى بدايات الضورة الإسلامية ولذلك هذا فيلم أمريكي طويل وأعتقد بأنه رغم كل العقوبات العقوبات تطال الشعب الإيراني من الأكيد كما كان يتكلم ضيفكم الكريم هذه العقوبات لا تؤثر على البرامج الإيرانية ولا على القوى العسكرية الإيرانية وهذا تراقض وهذا يعني كما قلنا فيه هناك تشكيك دائم بهذه السياسة الأمريكية لأنها تريد الحفاظ على مواقعها في الإقليم هل تريد فعلا سياسة لإنهاء لمنع لأن البعض يقول حتى في الغرب نحن لا نخاف القنبلة النووية الإيرانية تكون مثل القنبلة النووية الباكستانية يمكن القول أن إيران إذا احترمت الاتفاقية المدنية ستحترم لم تصل إلى القنبلة النووية الإيرانية لكن نخشى إذا وصلت إيران إلى ذلك أن تقوم العربية السعودية أو تركية أو مصر بخطوات مماثرة عند ذلك يصبح الشرق الأوسط مليئا بالنووي إذا يتكلمون عن القنبلة الإسرائيلية أو الباكستانية أو الهندية وكأنها أمر واقع أصبحت ضمن نادي الدول بشكل حاسم من هنا نعم هناك تناقضات الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن بالضبط استراتيجية أقصى الضغوط فشلت ومن هنا استمرار العكوبات استمرار تحريك الأمور كما استمرار إيران بالرد بخطوات معينة وبالرد في الإقليم هناك إذن اختبار قوة الإقليم كله على خط الزلازل نتيجة هذا الاختبار للكوة بين طهران وواشنطن الذي برأيه مستمر ولم ينتهي بعد إذا كانت أوروبا حتى أيقنت أنه فشل هذه السياسة الأوروبية عبر فرض العقوبات لماذا لم تلجأ إلى تطبيق الآلية المعتمدة والقناة المالية الإنستكس الذي أشار إليها الدكتور هادي ما الذي عقى دائما الخوف من ردة الفعل الأمريكية؟ أنا قلت في البداية هناك الاستقلالية الاستراتيجية في أوروبا أوروبا لا تملك إمكانات سياساتها كما تعتقد يعني ليست بسمات الإمرأة الشقراء التي ستذهب قريبا من رئاسة اللجنة الخارجية للاتحال الأوروبي السيدة موغريني ما يمكن أن يعطي أوروبا الكثير أوروبا ضيعت الكثير من الوقت حتى لنا الألمان والترنسيين ليس هناك ذاك الدفاع المشترك من هنا مكروه اليوم في الصين بالأمس حاولت ترنسا أن تفتح على روسيا أوروبا ليست في حالة استراتيجية جيدة وفاقها مؤقت على بعض المسائل يمكن للموضوع النووي الإيراني أن يكون من الملفات النادرة الذي يتمركز حوله نوع من التوافق الأوروبي لذلك أوروبا في هذا الموضوع عندها نوايا طيبة النوايا الطيبة لا تصرف في السياسة ولكن اسمحني دكتور خطار صحيح لأن النوايا الملفات الأخرى الخلافية مع أوروبا يعني بمعنى أوروبا كانت تنتظر من طهران في مسألة الصواريخ البلستية أو في المسائل الإقليمية خطوات معينة كي تتشجع وتقوم بفرد هذه الألية بالرغم من إمكانية التعرض بعقوبات الأمريكية هذه النقطة هل تسمحني سأنقلها بعد قليل لدكتور هادي ليعقب عليها وأيضا أريد منك تعقب بعد قليل حول خفوت هذه الأصوات الدبلوماسية الأوروبية فيما يتعلق بهذه الخطوة مختلفة عن الخطوة الثانية والثالثة والمبادرات التي قام بها الرئيس ماكرو ما دلالات ذلك ولكن اسمح لنا أن نذب أيضا إلى ما أعلنه اليوم مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذارية علي أكبر صالحي أن بلاده ستبدأ غدا تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو بنسبة تصل حتى 5% وقال صالحي لوكالة إسنا أن إيران لديها حاليا ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20% لكن إذا نفد المخزون فيمكنها إنتاجه وفقا للاتفاق النووي ولفت إلى أن ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزية في موقع فوردو سيتم غدا بحضور مفاتيشي الوكالة الدولية للطاقة الذارية إذن تسارعت ردود الفعل الدولية على الخطوة الإيرانية إحراج أوروبي وقلق أممي وموسكو تعتبر الخطوة نتيجة منطقية للعقوبات غير المحدودة على طهران مباشرة توالت ردود الفعل الدولي على إعلان رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحي زيادة إيران لإنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب عبر أجهزة الطرد المركزي موسكو أعادت تحميل المسؤولية للانسحاب الأمريكي وعدم الالتزام الأوروبي بتنفيذ بنود الاتفاق نائب وزير الخارجية سيرجرياكوف وصف الخطوة الإيرانية بالمنطقية في ظل عدم ضمان النتائج الاقتصادية لتنفيذ هذه الصفقة التي توسمت فيها إيران خيرا الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه الشديد واعتبر أن الدفاع عن الاتفاق النووي يزاد صعوبة الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فداريكا موغاريني حضت إيران على عدم اتخاذ إجراءات جديدة يمكن أن تقود بشكل إضافي الاتفاق النووي باريس دعت بدورها تهران للعودة عن خطوتها وأكدت التزامها بالاتفاق النووي بيان وزارة الخارجية الفرنسية تضمن معارضة هذا الإعلان لروح اتفاق فيينا وانتظار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الإعلان الإيراني بدوره أسف الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتياريش لاتخاذ أي خطوة ويقوم بها أي طرف بعيدا عن الاتفاق بوصفه إنجازا دبلوماسيا هائلا دكتور هادي بردود الأفعال منطقيا كان ما ردت به موسكو لأن السيد عرقتي كان أيضا قبل أسبوعين بموسكو لمناقشة هذا الملف ولكن صوب حول نقطة مهمة الدكتور خطار لماذا لم تقم بخطوات تهران كما يقال كان هناك أمل أوروبي بها فيما تعلق مثلا بالصواريخ الباليستية ما هو ردك على هذه النقطة تحديدة؟ الملف الباليستي يعني حينما ذهبنا إلى لوزان وتمت المسودة وذهبنا طبعا هاي جون كمبرانسيف بلان أخذت حوالي سنة ونص من 2013 إلى 2015 أكثر من سنة ونص في لوزان وضعنا المسودات 154 صفحة ذهبنا بها إلى جينيف جميع البنود المنصوصة في الأمم المتحدة لنص الجون كمبرانسيف بلان تحت رقم 2231 كانت بنود تقنية كاملة بند وحيد فقط كان يتعلق في الشأن العسكري الباليستي وهو حرفيا أننا لا نطور سلاحنا الباليستي إلى مستوى أن يكون قابل أن يحمل رؤوس نووية فقط هذا البند بال154 صفحة الآن ترامب هناما أتى وانسحب كان يريد أن يزج الملف الباليستي ضمن الاتفاق النووي لهذا كان الاتراب من حوالي شهر نهينا هذا الموضوع نهائيا وتم التحفظ عليه من واشنطن بسؤال لم يستطع واشنطن أن يجيبه عليه وهو إن اعترفت واشنطن فقط على مدى الأربع سنوات الماضية بكم الأسلحة الذي بيع للضفة الغربية من الخليج الفارسي للدولة الخليج الذي كم المليارات كافي بقيمة الأسلحة أن تحرق المنطقة كلها حينها نجد بأن السلاح الباليستي في الجمهورية الإسلامية جزء بسيط دفاعي أمام هذا السلاح الموجود الذي هم يعترفوا بأنه موجه على الجمهورية الإسلامية يعني هذه المخاوف غير مبررة الأوروبية تجاه من يمتلك فيما بعد القنبلة النووية كما ذكرت دكتور خطر لا قنبلة نووية مختلفة نحن نتتكلم عن سلاح الباليستي دفاع لا تحدث بما يتعلق أيضا بالقنبلة النووية هو مبرر هذا الخوف لديها بالنسبة للأوروبين يعتمد على نان بروفلشيش تثريتي مذاكرة عدم انتشار سلحة الدمار الشامل الان بي تي ومن وقع عليه أما الدول الموقعة وطهران من ضمنها لا يمكن أن تعول لذلك موضوع السعودية إن حصل محمد بن سلمان على قنبلة نووية معناها أنه كسر الان بي تي من ناحيتان الناحية الأولى أنه غير مسجل في النادي الدولي للنووي لأنه لا يمتلك مفاعل نووي أصلا وامتلاكه لسلاح نووي معسكر وهذا ما كان يريد ترامب أن يجز السعودية في هذه التومة كما كان يريد أن يجز محمد رضا بحلوي بـ 1974 1974 هنا حاول منحه قنبلة نووية من أجل أنه وقف قبل الثورة الإسلامية في مملكة إيران إيران انتلكت التقنيات النووية في 68 مسجل بالوكالة الدولية في 1974 كان هناك نية بريطانية أمريكية بمنح محمد رضا باهلوي هذه القنبلة ومن ثم يجرم أنه امتلك قنبلة وكسر الأمم المتحدة ولكن شاقت الأخضار بأنفجرت الثورة المباركة وانهيت دولة إيران كمملكة إيران وانتقلت الترخيص إلى الجمهورية الإسلامية وبدأ العمل عليها على خدم وساق إلى أن وصلنا إلى التقنيات التي وصلنا إلى اليوم فالسلاح الباليستي في الجمهورية الإسلامية تعرضت إلى حرب 8 سنوات بأقزر الأسلحة الأوروبية الدبابات الإيطالية السلاح الألماني الكيميائي وكنا نتوسل الأمم المتحدة أن يبعونا صاروخ واحد وكل منهم كان يعطي ذريع أخزر من الأخرى اليوم نحن نمتلك سلاح صاروخي لن نعتدي به على أحد وهذه رسالة إلى كل العالم لن نعتدي به على أحد ولكن بامتلاك هذا الصلاح الصاروخي لن يجرؤ أحد بأن يطلق طلقة واحدة على جمهورية الإسلامية لذلك أيضا الدبلوماسية الإيرانية لا تزال مرنة حتى بخطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني هناك التزام إذا تم الإفاء بالتعهدات تجاه طهران ستتراجع عن هذه الخطوة خلال ساعات لماذا حتى الآن تترك الباب مفتوحا برأيك طهران دكتور هادي هذه هي الأخلاقيات في استعمال النصوص القانونية الدولية أنك لا تغلق جميع الأبواب لا نزال نتعول أن هناك شرفاء لربما يتحرك لأنك عزيزتي إن أقفلت الملف كليا سيأتي مغردين من الخلف ويقولوا إيران أصلا لديها سوء نية ولم تدع مجال للتفاوض حتى وأن كان الأمل مقطوع اترك الباب مفتوح حتى إن كان الأمل مقطوع كي لا يكون هناك منفط صغير لأي أوروبي يأتي ويشكك بدعم صهيوني إيران ما الذي تتوقع خلال الشهرين المقبلين خلال ستين يوما ما الذي يرضيها إذا قامت بخطوات معينة أولا تطبيق الإنستيكس بالآلية المالية اتفقنا عليه بمطلع 2019 والذين هم الأوروبيين الذين قاموا في إبراميا في أوروبا بدون أمريكا للتجاوز على العقوبات الأمريكية في 2018 الاس بي في مثلا موضوع التسهيل الآلية ارتدعمة للإنسترومات موضوع العقوبات الإجراءات أن يكون هناك صلح وهذا ما قمنا فيه مؤخرا بالمصالحة مع الجوار باكستان مع العراق حتى الخليجيين أعطينا رسالة من الدكتور روحاني ودكتور زريف أيها الخليجيين إن كان هناك أي عدو مهما كانت خلافات بيننا الشعب الإيراني قبل الحكومة مستعد أن يقف إلى جانبكم كشعب مسلم ويساندكم إلى آخر رمق وهذه الرسالة الواضحة كمسلمين نؤكد للجوار أننا لسنا ضدكم ولكن ضد المستعمر الذي يبتزكم ويهددنا والدليل الرسالتين التي أشهر إليها المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية علي ربيع حول أنه لبحرين والسعودية رسالة سلام وأن لم يكشف عن التفاصيل ونجحت مع قطر والإمارات نجحت مع قطر والإمارات ولكن برأيكم دكتور هادي بتعقب حول هذه النقطة ما الذي يعرقل حتى الآن تطبيق اتفاقي أو عفوا القناة المالية إنستكس من أن تكون الآن جارية هل فقط الأوروبي هو من يعرقلها أم هناك أمور تقنية لا تسمح بتطبيقه لنكون صريحين الأوروبيين دمى ليس لديهم قرار هناك محركين في أوروبا اللوب الصهيوني اليهودي اللي تابع للدولة الإبرية واليهودي الأمريكي الموجود في الكونغرس والبنتاجون هؤلاء الاثنان يهددوا هادئ الأوروبي باستثمارات وعقوبات وقالها ترامب صراحة بأمن النصاوات وعقوبات وجرب مع روسيا لذلك هم يخافوا الاستثمار المتوسط لدى أوروبا كدول مرفردة أن يتأزى الاستثمار الداخلي داخل تلك الأوروبيين في حال وقفوا وقالوا كلمة شرف أمام الجمهورية الإسلامية لجانبهم لذلك يترددوا هذه هي المشكلة عند الأوروبي ولكن الصراع الموجود اليوم هنا الذي سيفجر هذه المشكلة ما بين الاثنين في حال انتهت المدخرات الفيترو كيميائية في دول ما استعاون الخليجي وحولت ديون كاملة لأمريكا وبدأ ترامب قال أنا أنسحب من سوريا وريد حصة من سوريا لن أدعم الخليجيين دفع الإماراتي ليقول خلصوا أنفسكم بأنفسكم في الخوافة هل سيقوم بذلك ترامب؟ حتى الآن هناك مناورات يعني عادوا عزز القواعد العسكرية المتوجدة بأمريكا كيف تقرأوا؟ بالخليج لأنه يريد ترامب حينما تنتهي ساعة الصفر وتحصل المدخرات أن تكون دين كامل يجب أن يكون هناك عديد كافي أمريكي ليغطي تلك الحقول النفطية ويضع يدو عليها العديد غير كافي للانتشار هو فقده في البحر ولكن يجب أن يكون عديد عسكري مارينز أمريكي قادر أن يغطي البؤر البيترو كيميائية في كامل الخليج إن أخذوا ساعة الصفر أن الآن هذه الحقول أصبحت لأمريكا ديون ودولهم لا تستطيع فك القيود عنها دكتور خطار أبو دياب إذا كان لديك تعقب على كلام الدكتور هادي وأيضا أنا أرى أولا أن الصورة الاقتصادية في دول الخليج ليس كما يعرضها الأستاذ هادي بل هي مقارنة بوضع إيران هي صورة ذهبية ووردية ودول الخليج أيضا قامت بتنويع علاقاتها استقبلت الرئيس بوتين منذ فترة لها علاقات قوية مع الصين أذكر بأن الاحتياط الاستراتيجي الصيني يتغذى في غالبيته الآن من نفط العربية السعودية العربية السعودية أكثر ما تصدر نحو دول آسيا وليس نحو دول أوروبا أوليات المتاحة الأمريكية العالم تغير وهذه الدول تسعى للتغير وأعتقد أن خطوات التفاهم بين دول المنطقة هي خطوات جيدة ولا أعتقد أن هناك من سيسلم رقبته لأي قوة دولية كما يتصور الآخر أعتقد أن المنطق الآخر الإيراني إذا ساد منطق الود مع الجوار وعدم تصدير الثورة والقدرة على إقامة منظومة تعاون على مدى طويل هذا هو الحل الأمثل لحل قضايا المنطقة وليس استمرار انقسام المنطقة إلى محاور أبدية ولكن دكتور خطر هل تناور الآن إن كانت أوروبا أو حتى من خلفها أمريكا بمع حلفاء الخليجيين بوضع إيران تحديدا محاولة تطبيقها في الدول المنطقة وما يشجي فيها هل هذا ما أفهمه بهذا الكلام؟ أيضا الكل يحاول أن يطوق الكل في المسألة هذه كل هذه الدول عندها قلق استراتيجي بالرغم من قولها أنها عندها قوة استراتيجية كافية وأعتقد أن أوروبا مرتاحة الآن لعلامات الانفتاح الإيراني نحو الدول فرنسا مثلا كانت من الدول التي شجعت الإمارات العربية المتحدة على المضي قدما بهكذا خطوات هذه الخطوات تقابل بإيجابية إذا ترأى على الملف اليمني المزيد من الإيجابية ستقابل أيضا بإيجابيات هذا كله في الاتجاه الصحيح أعتقد لو يتم التفرغ للتنمية في كل الدولة كما يتم التفرغ في كل هذه الدول للإنفاق العسكري تصبح هذه الدول بخير والمنطقة بخير هذه يمكن أمنيات أكثر من من نواقع دكتور خطار ولكن أتحدث بسؤال عملي بسؤال عملي الواقع الواقع أن هذه المنطقة فعلا بحاجة لاستقرار وبحاجة للإنفاق على التنمية وعلى التطوير مثلا في الحقل الطبي كما كان يتكلم أستاذ هادي هذا أمر مهم جدا أكثر مما يتم العمل على الإنفاق من أجل الساحة الدمار لأن تلك الأسلحة ستصبح في لحظة من اللحظات غير ذات قيمة كما نلاحظ أمام تطول الساحة أخرى دكتور خطار بسؤال عملي إلى أي مدى الآن الأوروبيين أو الأوروبيون عفوا محرجون بعد هذه الخطوة الرابعة التي اتخذتها طهران وطبع أوروبا وأيضا ما الذي نتوقعه بالستين يوم القادمين يعني ما بخلال شهرين ما الذي سيحصل ما الذي ستقوم به الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي أعتقد الخطوة الأولى الآن الرئيس ماكرون موجود في الصين سيبحث هذا الموضوع مع الصينيين وأعتقد أنه سيحاول هذه المرة العمل ليس فقط من داخل الأطر الأوروبية بل ربما من داخل إطار أوسع في محاولة لعدم وصول هذا الملف إلى المأزق النهائي تعقيب منك سريعة قبل أن ننهي ونختم الملف دكتور أنا أتفق مع دكتور خطار بأشياء وأختلف معه بأشياء موضوع البتروكميات وجود الصيني هو موجود ولكن تحت رعاية أمريكية مئة في المئة لأن دكتور خطار لو يراقب كلام ترامب على مدى من 2016 أول بيان قالوا ترامب لدينا 16 تريليون على الأب الخليجي أن يدفع والآن يقول لن أعطي سلاح بدون نفط فهذا يؤكد بأنه استغل كل البتروتخارات إن دخلت موسكو باستثمار فقط 10% على المدخرات السعودية باستثمارها وكشفت أن هناك جميع كل الأنظمة البتروكيميائية تحت رقابة أمريكية في السعودية إن قام الصيني بإدخال عددات نفط ووضعها خلف العداد البترول للضخل البترول الأمريكي وتبين أن هناك فرق 0.5 فقط باليوم فكم من الهاي فيستطيع يضرب بالمصدقية الأمريكية وسيارة شفرش انتهى وقت الملف الأول شكرا جزيلا لك دكتور هادي عيسى دلول الأستاذ بالفيزياء النووية وأيضا أشكر الدكتور خطار أبو دياب الخبير في المعهد الدولي لدراسات الجيو بوليتيك كان معنا من باريس فاصل قصير مشاهدين الكرام ونعود من بعده لمتابعة الملف الثاني في المسائح من جديد أهلا بكم إلى الملف الثاني في المسائية حول التطورات في المشهد اليمنية تحديدا من اتفاق الرياض بين حكومة الرئيس هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي هذا الاتفاق يتضمن إعادة تنظيم القوات العسكرية في عدن وأبيان ولحج وبقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع في حكومة هادي وتحت إشراف قيادة التحالف خلال تسعين يوما الاتفاق ينص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات في عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع إلى معسكرات داخل عدن يشرف عليها التحالف سيتم نقل جميع القوات التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي في حدن أو في عدن إلى محافظات خارجها يحددها التحالف كما ستتم إعادة جميع القوات التي تحركت من مواقعها باتجاه عدن أبيان شبوة وكذلك إلى موقعها السابقة التي كانت عليها من بنود الاتفاق إعادة تنظيم القوات الأمنية بقيادة وزارة الداخلية وكذلك توحيد الجهود بقيادة التحالف السعودي لاستعادة الأمن في اليمن وبحسب الاتفاق سيجي تأليف حكومة سياسية من أربعة وعشرين وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية وكذلك الشمالية خلال ثلاثين يوما من توقيع الاتفاق واختيار وزراء لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحرضية كما نص الاتفاق سيباشر رئيس الحكومة الحالي يعمله في عدن وستتم مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي حول أيضا هذا الملف سوف نبقى مع تقرير آخر يحكينا أو يفصل لنا عن هذا الاتفاق الذي وقع في العاصمة السعودية رياض عفوا هو اتفاق إذن بين حكومة عبد الرب منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي بهدف إنهاء الصراع على السلطة بجنوب البلاد الاتفاق إذن وقع برعاية سعودية ولكن ما هي أبعاده وتبعاته الإجابة في هذا التقرير للزميلة هبة محمود على طاولة ثنائية وعلى أرض سعودية وعلى مرأة من السعودي والإماراتي وقع الاتفاق اليمني يراقب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الطرفين وهما يوقعان على اتفاق كتبت بنوده بخط سعودي واضح يناسب قياسات الرياض ومصالحها يصف بن سلمان الاتفاق بفاتحة خير لبداية جديدة كيف لا تراه السعودية كذلك وهو يكرس وجودها ويصب في مصالحها سيفتح هذا الاتفاق بإذن الله أمام اتفاهمات أوسع بين مكونات اليمني الوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة اليمنية ويحصن اليمن ويحميه مما يريد الخير لليمن بجميع مكونات وسائر شعوب مرتن عربية يوقع عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي لجنوبي ناصر الخبجي على الاتفاق وهو يضع علم الجنوب على بزته في حركة استفزت يمنيين كثرا الرجل يصف الاتفاق بعاصفة سلام سعودية هي تسمية يطيب للرياض سماعها إلا أن واقع الأمر مختلف ففي الاتفاق الموقع جوانب مثيرة لتساؤلات كبيرة الجوانب الأربعة الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية تبدو تكريسا لشرعية الاحتلال السعودي للمحافظات الجنوبية في اليمن وعدا إذ استبعدت عسكريا قوات الحزام التي خاضت المعارك في الجنوب أي استبعد النفوذ الإماراتي وهي خطوة تكرس سيطرة السعودية على الوضع في الجنوب اليمنى وتطيح ما كان يعده الإماراتيون لهذه المناطق اليمنية ما يطرح تساؤلات عن أسباب قبول سلطة أبو الظبي بالاتفاق من دون أن يعرف ما هو الثمن الذي حصلت عليه في المقابل ولسيما أنها كانت من أشد المهتمين بمحافظات الجنوب اليمنى يستشعر اليمنيون هذه المخاطر وكالنارف الهاشيم ينتشر وسم يمنيون ضد اتفاق الرياض ليرفض منهم مع حكومة هادي أساسا ما يصفونه بالطبخة الملغمة والمفخخة التي لم ولن تنطلية على شعبنا ولمناقشة تداعيات هذا الاتفاق وأبعده ينضم إلينا من الحضر موطع علي بن شحن عضو المكتب السياسي لمجلس الحراكة الثوري الجنوبي مساء الخير أستاذ علي كيف قرأتم هذا الاتفاق هل هو تكريس لسيطرة خصوصا أن تحدث بالنسبة لكم في الحراكة الثورية الجنوبي تكريس لسيطرة السعودية وهروب الإمارات من الوحول اليمنية أولا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم أشكر بنات الميادين على هذه الاتفاق والإجابة عن السواء حول ما يسمى الاتفاق الرياض هو يشمل حلول سياسية وقتصادية وعسكرية وأمينية بس أحب أن أقول أن كل هذه الملفات الشائكة في اليمن ساكنهام فشل التحالف السعودي والإماراتي في إنجازها خلال خمس سنوات من الحرب الحبثية بالأساس هو تدوير الشرحية مرة أخرى وجاء هذا الحدث بشكل طبيعي نتيجة للصدام في الأجندة الإماراتية والسعودية في الجنوب ومعنى أكثر دقة ووضوح بشكل السياسي عود الحكومة الشرحية وميلس النواب إضافة إلى ذلك هو إلغاء وهو إلغاء كل الأحزمة والنخب العسكرية التابعة للإمارات وضمها إلى التشكيلات العسكرية والأمدية التابعة لزارة الدفاع والداخلية تحت جيادة عسكرية سعودية هذا يعطي دليل قاطع بأن المملكة العربية السعودية أدارة الملف بطريقة تجعل الإمارات طيب برأيكم هذا تكريس لهذا الاحتلال السعودي في الجنوب ما الذي أو الثمن الذي قبضته الإمارات للتخلي عن أجندتها ومصالحها حتى الاشتباك اللي كان مباشر بين الطرفين على الأرض اليمنية في الفترة الأخيرة والله نحن نقول أن العملية ليست تصادم بين السعودية والإمارات بدرجة أساسية وليست الإمارات وصلت إلى جناعة كامة بعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد الأراضي السعودية من قبل أن صار الله الإمارات وصلت إلى مرحلة أن هذا الحرب لن تجني منها أي شيء فخروجها من الجنوب خروج منكسر خروج مهزوم بترجعة أساسية لأنها لم تحقق ما تصل إليه من كثير من المناعة في خاصة في سقطرة وفي عدن وفي حضر موت الإمارات وصلت إلى مرحلة أن المعركة معركة طويلة تحتاج إلى نفس طويل تحتاج إلى إدارة كبيرة جدا من هنا انسحبت الإمارات من المشهد السياسي هل هذا يمهد مقدمة لانسحاب كل إمارات من اليمن خصوصا بعد تغيير موازين القوى وقواعد الاشتباك والخوف على الأمن الإماراتي كما يقال هذا كلام صحيح وحقيقي خروج الإمارات من عدن تليل قاطع لأنها خرية من عدن الآن وخرية من شبوة وستخرج من سقطرة الآن موجودة في بطار الرياضي في المكلة إذن خروجها من عدن هو خروج نهايي في القوات الإماراتية إن عدن تعتبر المركز الرئيسي بتواجد القوة العسكرية فالسعودية الآن مسيطرة على ميناء الزيت في عدن مسيطرة على المطار مسيطرة على الميناء إذن الميليس الانتقالي لماذا وقع الميليس الانتقالي على هذه الاتفاقية وقع لأن الكفيل تغير تغير الكفيل الإماراتي بالكفيل السعودي من هنا جاء موقف البيلس الانتقالي موقف تعيش تحول إلى الوصاية السعودية بدلا من الوصاية الإماراتية طب ماذا عن باقي القياديات المرجعيات من المكونات الجنوبية مثلا قبل فترة تم تأسيس مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي بالمهرة كان رافضا لكل هذا ما سماه يعني الاحتلال الإماراتي كذلك السعودي كيف سيتصرف الآن مع هذا الواقع الجديد ولماذا أيضا أستاذ علي بدأنا يعني قبل توقيع هذا الاتفاق سمعنا نفس الأحاديث نفس الطروحات إلى تقسيم اليمن ما بين دولتين وكأنه الخيار الأنجع تقسيم اليمن إلى الشمال والجنوب طبعا ميلس الإنقاذ في المهرة دعا إليه مرة زهيم حتى نحن مدبعهم بدرجة أساسية صحيح ميلس الإنقاذ في المهرة يطالب ثوابته وأهدافه ضد التواجد الإماراتي والسعودي في المهرة وفي الجنوب عامة ولكن أقول أنا القضية ليست قضية أهداف وإنما قضية ثوابت الآن السعودية والإمارات في مأزق كبير جدا صدقيني أن هذا الاتفاق عبارة عن مسرحية إضافة للمسرحيات السابقة ولكن أستاذ علي السعودية تراهن على هذا الاتفاق باب لها للريهان على الحرب من جديد وأسمح لي أن نأخذ موقف رئيس اللجنة الثورية العليا باليمن وسعود إليك لتعلق على هذه النقطة حيث أكد سيد محمد علي الحوثي أن الاتفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي لا يعني الشعب اليمني لأنه بين طرفي عملاء العدوان الحوثي وفي تغريدة له على تويتر قال أن اتفاق الرياض يؤكد عدم شرعية العدوان على اليمن وأضاف أنه لو كان الاتفاق من أجل مصطحة اليمن وليس نتيجة الخلاف السعودي الإماراتي لكان قد تم أعلانه من دون حرب هل مع الواقع الجديد أستاذ علي يمكن الآن السعودية أن تستغل تستثمر بهذا الاتفاق للاستمرار بهذا الحرب لأنه لم ينضي ساعات قليلة أقل يمكن ساعة واحدة على توقيع الاتفاق حتى شن التحالف العديد من الغارات أيضا وقوع العديد من المدنيين من قتلى وجرحة في اليمن على ماذا يعول الآن السعودي؟ من خلال هذا الاتفاق أتحدث الاتفاق هذا جاء أساسا للم شمل الشرعية اليمنية وأدوات الاحتلال السعودي والإماراتي وهو المجلس الانتقالي والخب وما شابه ذلك هذا أدف الأساسي هو الحجة تتجاه المناطق الشمالية ولكن نقول بصدق وبأمانة لأن القضية أكبر من ذلك القضية الآن أصبحت أنه بالإسباب للحرب لا يستطيع التحالف السعودي حسمها إطلاقا لأن الفترة لماذا أستاذ علي؟ يعني ليس هناك من إمكانية لا أن ينسحب ولا أن يفوز؟ لا لا العملية العملية ليست عملية هو الآن السعودية بالإمارات الآن انسحبت من المشهد السياسي والعسكري أنا أقول أن انسحبت انسحاب كامل الآن أمامي السعودية ومجموعة من الجنود السودانيين لكن عملية أنهم سيحققوا انتصارات في حربهم بعد ترتيب أوضاعهم في اتفاق الرياض أنا أعتقد أنه ستكون خيبة كبيرة جدا كيف نفسر كلام المبعوث الأممي جريفث بعد هذا الاتفاق يقول هذا الاتفاق سيرسم ملامح المرحلة المقبلة ويمثل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية إلى التواصل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن على ماذا يستند بهذا الكلام السيد جريفث برأيك؟ هل هو ممهد أكثر لتصعيد ميداني قد نشهده بعد تغيير موازين القوى وقواعد الاشتباك على الأرض اليمنية؟ أم بداية الحل السلمي وتراجع السعودية؟ يا أختي الكريمة التصعيد التم التصعيد التم خلال خمس سنوات ماذا تملك السعودية من أدوات عسكرية لتصعيد آخر؟ كلام الأمين العام للمساعدة كلام واقعي السعودية ستجنح للسلم أنا أقول أنه أنصار الله هم يملكون كثير من الأدوات في أيديهم أدوات الصراع السياسي والعسكري موجودة في أيديهم هم الآن قوة فاعلة في المعادن السياسية والعسكرية إذن ماذا عملت السعودية خلال خمس سنوات؟ كل ما عملته عسكريا وسياسيا في الحرب طيب أستاذ عالي بشكل سريع هل يمكن أن تنسحب السعودية وتكتفي بالحصة أو الغنائم التي حصلت عليها بعد التسليم الإماراتي في الجنوب؟ لا أنا أقول أن السعودية لم تنسحب السعودية لها هدف أخرى السعودية تعتبر اليمن حديقة خلفية لها ولكن نتيجة لأنها استخدمت أسلوب قدر في الحرب العبسية على اليمن هذه الحرب التي جعلت الأخوة وأنصار الله متمسكين بالأرض لم تتحقق المملكة العربية السعودية أي اختراق عسكري أو سياسي في المشهد العام خاصة في المعادن أشكرك جزيلا الشكر أستاذ علي بن شحن عضو المكتب السياسي لمجلس الحركة الثورية الجنوبي كنت معنا من حضر موت عبر الهاتف شكرا جزيلا لك وقبل ختم المسائية تذكير بأبرز عنوين ملفيها للليلة روحاني يعلن بدء الخطوة الرابعة من خفض الالتزامات النووية ويؤكد عند رفع العقوبات نعود إلى التزامنا الكامل بالاتفاق طهران ستبدأ غدا تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% في فوردو وبحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الثانية اتفاق الرياض بين هادي والمجلس الانتقالي هل حسمت السعودية صراعة على النفوذ لمصلحتها مع الإمارات؟ وبالتأكيد للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية المسائية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة